في الرجب وفي الصدر وفي الضهر ولسه الأدم بيقادر ولسه الأكل سخنا قدامنا أهلا بيكم أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنف قناة خصصناها بالكامل لعالم الجريم لكن بنقدم النصيحة بنقدم العزة وأهم درس بنحرص وبنأكد عليه أن احنا لازم نتعلم من أخطاء غيرنا الأم عايزة بنتها تتجوز والبنت بتقول لها لا يا أمي أنا عايزة أرجع لجوزي عشان خطر ولادي يا ترى المشاجة دي هتنتهي بإيه وإزاي تحصل جريمة أتلي رغم من المصلحة واحد اللي أم بتدور على مصلحة بنتها والبنت بتدور برضو على مصلحة ولادها إيه اللي وصل الموضوع لجريمة أتلي بالشكل ده بعد فطر رمضان لسه الناس بتقول بسم الله الرحمن الرحيم دي احنا تلت يوم رمضان ولا ربع يوم رمضان ليه يحصل جريمة أتلي بهذا الشكل ولسه الأكل سخنا قدامنا عشان نعرف التفاصيل بدعوكم أولا للاشتراك في قناة ساعة مع حنفي تفعيل الجرس ليصلكم لشعار ووقت إزاعة الحال البنت عايشة مع جوزها وعندهم ثلاث أولاد شيء طبيعي مفيش أسرة بتخلى من المشاكل شيء طبيعي إن فيه منواشات من وقت للتاني بين الزوج وزوجته مفيش حياة كلها سعادة أو حياة كلها شقاء لازم الحياة بين الزوج والزوجة بتحصل فيها من وقت للتاني منواشات وده شيء طبيعي وشيء متعارف عليه واللي يقول لي إن مفيش خلافات بينه وبين مراته أقول لي تبتعال وريني لازم الحياة يكون فيها من وقت للتاني بعض المشاكل وبعض الخلافات اللي احنا بنسميها البهارات الأسرية اللي هي الفلفل والشطة والملح اللي بتيجي على العلاقة الزوجية بتبتح للشهية أحيانا لأن بعض الخصام بيبقى فيه عتاب وبعض العتاب فيه حب وبعض الحب بيبقى فيه تلبية نداء الجسد وهكذا الحياة لازم من وقت للتاني تحصل شوية خلافات ومنوزعات ومنواشات وبعد كده الأمور بترجع لنصفها الطبيعي طيب المرة دي المشاكل زادت أكتر من الحد والزوك العصب شوية راح مطلق مراته ورميها برا البيت وحرمها من ولادها وإحنا بنقول يا جماعة الأولاد من حق الزوجة قانونا والقانون بيقول لك الأم حضنة المفروض الأولاد معها لكن أحيانا الأم بتبقى مش قادرة تصرف عليهم الأم بتبقى تعبنة بيهم ولما تروح لأهلها أهلها أحيانا نقول لك ارمي العيال لأبوهم وتعالي انت حمشا نصرف على عياله فبتلقى الأم نفسها تقول له خد العيال وتيجي ماشي رايحة عند أهلها طيب في الوقت ده الأم بيبقى قلبها وكلها على ولادها دول تلاتة وإحنا عارفين إن الأم وقلب الأم والعيال نفسهم حتى بيكون حنانهم لأموهم مش لأبوهم الواد لو بيحب أبوهم إراد بيحب أمه 24 إراد ودي نزع جوه قلب أي واحد وكذب اللي يقول لك أحب أبوه أكتر من أمي شي طبيعي حب الأم لا يعوض وحب الأم العفش نطلعه من أبونا ده شي طبيعي الأبن بيحب أبوه صحيح لكن لو زن حب الأبن لأبوه وحب الأبن لأمه هلقى كافة الأم هي اللي بترجع لأن هي اللي طلع عمرها من أول ما كان في بطنها هي اللي متوليها لغة ما خرج من بطنها هي اللي بتتوليها فشي طبيعي الحب بيكون لأم أكتر من الأب طيب البنت طبعا أعدى في تاني يوم رمضان بتحكي لأمها يا تار أولادي بيفطر ويهي يا تار أولادي حد بيوكلهم يا تار أولادي لسه صغيرين ما حدش هي تتمي بيهم أنا سايبها فأم قالت لها يا بنتي لو عايزة ترجعي له رجعي له الراجل عمر وبعتلك والعمر جل لحد الصالح والعمر بعت لحد إنه هو عايز يرجعك فالبنت قالت لها يا أمي كرمتي في كل شي حتى العشقات أولادي أنا ما كانش يعرف وييجي ويعتزر ويرجعني أنا مش هرجع واستمرت للفترة كده لغاية ما جالها ابن الحلال راجل شغال في السعودية مدرش زي ما أمها بتقول ومعها جرشين وباني بيت في البلد والأمور زي الفل على فكرة يا قرية اسمها قرية عين غسل مركز الإسماعيلية محافظة الإسماعيلية وإحنا عارفين اللي في الخارج في أي دولة عربية لما بيرجع القرية بيبني بيت المسلح والناس كلها تبع بص عليه رايحة جاي ولكنه بنا جسر عبدي ما يعرفوش إنه شجع أو تعب ومر وإنه كل جرش بنا بيه البيت جاي بمرار ومش جاي بسهولة المهم طبعا أمها فرحة وغاتي يا بنتي أخر الصبر الخير أهو جالك عريس وهو كده هيرجع التاني وهيعبيت أحسن من البيت بتاع جوزك الأولاني وهيهنيكي ومش هيطلبنا بجرش ولا تعريف فهو مجهز بيته من الألف للصاروق وأمها كانت فرحان الزوج الأول أول ما عارف إنه فيه واحد جاي من الخارج وهيعايز ياخد مراته ابتدى يقول لك لعا أنا أولى بيه ولادي مين لها ربهم لي طب يا عم أنت كنت من الأول شايفها هوي هناك ما رجحت لهاش غل لما لجيت فيه واحد عايز ياخدها في الوقت ده راح بعت ناس وجال أنا هرجحها عشان خطر العياد الأم هنا محتار بين الشاب اللي جاي ياخد بنتها وباني بيت ومحترم جدا وبين جوزها الأولان اللي بعت عايز يرجحها عشان خطر ولادي فالأم قعدت مع بنتها فالبنت قالت يا مماية أنا عارفة إن الوادي التاني أحسن وعنده بيت أحسن لكن أنا عايز أرجع لولادي حتى لو جوز التالي أولاني وحش أنا هصبر عشان خطر ولادي أنا تعلمت الدرس وعمري ما هزعله تاني عشان خطر العياد الأم غيرت لها لها أنت هتروح لللي بيزلك أنت هيروح لللي بتضربك أنت هتروح لللي على طول مينكد عليكي بقى تسيبي واحد بنيلك بيت على جراتين ثلاثة وترجع الجوزك اللي هيجعدك مع أمه وأبوه في البيت ومره وضربه وهنات البنت الصممت بتقول لها يا مية أنا الفكرة كلها ولادي أنا مش عايز أرجع لولادي ده هو بيضربني وبيهني وبيزلني وبيكسرني وأبوه وأمه بيزلوني وبيهنوني وبخدمهم من الصبح لغيرت ما ما نام لغيرت ما بتهد لكن أنا راجع مش عشان خطره أنا راجع عشان خطر ولادي الأم قالت لها لأ مش هترجع لي أنت هتتجوزي اللي يجالك واللي شريكي واللي هيعرف جيمتك والشاب ده الراجل ده بيحبك وعايزك من زمان ومعها فلوس هياخدك ويعزك واستمرت المشاكل بين البنت ومها يوم واثنين لغة ما حصلت أول أمس البيت قاعدة مع أمها والأكل لسه سخنة على الصفرة وقاعدين مع بعضيهم والأم بتقول لها خلاص أنا هبعت للراجل ييجي عشان نحدد معك بكتاب جايت لها لا يا مية أنا هبعت لي جوزي ييجي أو طليلي يرجعني عشان خطر العيال أمها جايت لها أنت عاملة زي الكلبة اللي يرميك بطوبة تجري عليه أنت لو بتحترمي نفسك وعندك كرامة البيت قاتلها عندي كرامة يا مية قاتلها أنت لو عندك كرامة وما كنتش رحتيله يا كلبة يا كذا يا كذا البنت صعبت عليها نفسها وأمها مش نازلة طب 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 طبعا الأم هنا عايزة مصلحة بنتها يعني خلينينا برضو واقعين الأم عايزة مصلحة بنتها الأم عايزة واحد يصن بنتها ما يضربهاش ما يهنهاش ما يزلهاش هو وأبوه وأمه كلهم بعدين يزلوا فيها وهي عايزة ترجع له مش عشان حاجة هي عايزة ترجع له عشان خاطر ولاده عشان خاطر ولادها وفي نفس الوقت الام نفسها عايزة بنتها تستت في بيت حلو جميل الناس كلها تحسيتها علينا جاعدة فيه فلما تلقى وجهات النظر تلقى وجهة نظر الام سليمة ووجهة نظر البنت سليم البنت عايزة ترجع عشان خاطر ولادها والام اللي هنا عايزة بنتها ترجع عشان تعيش عشان تعيش عشها كويسة طبعا الخلافات دبت راحت الام نطرة طبعا الرز في وش بنتها البنت ملاجدتش اغري السكينة قدامها ولسه الادام بيقادن وراحت خط امها 15 طعم في الرجبة وفي الصدر وفي الضهر الاتنين بيدوروا على مصلحة يعني لما نبص الموضوع بشكل متجرد كده نلقى ان هم الاتنين بيتكلموا في الصحة الام نفسها بنتها تستدت مع واحد يرعيها ويحميها يعني بتدوروا على مصلحة بنتها والبنت عايزة ترجع لجوزها عشان خطر ولادها برضو بتدوروا على مصلحة عيالها يعني زي الام دي ما بتدوروا على مصلحة بنتها بنتها بتدوروا على مصلحة ولادها برضو نفس النظام لكن هي المشكلة الشيطان تدخل الام عايزة بنتها تبقى سعيدة راح ترمط الطبق في وشها عشان تقول لها بنتك مش عارفة حاجة انا بدوروا على مصلحتي البنت في عزة بقى هياجها وزعالها من امها انا مش عارزة ترجعها لجوزها مثل كتير سكينة وللاسف اول 3 طعنات كانوا في الرقبة خلصوا عليها البقى كان في السيدر وفي الضهر وبتدت تصرق طبعا الصراخات هيسترية لانها مش عارزة هي عارفة ان امها عاملة على مصلحة لكن هي لحظة الشيطان البنت شافت دم امها مش مصدقة دمها عندها 64 سنة والبنت عندها 32 سنة يعني الفكرة كلها ان الام كبير البنت بتاعت تصرق مش مصدقة وشافت الدم بفجر من رائبة امها من جسمها بتاعت تصرق الجنان طبعا وقت فطار كله يجري بسبب الفطار دخلوا لقى الستة اللي عندها 64 سنة غرقانة في دمها على الصفرة وبنتها بتصرق في حالة هيك خدوا منها السكينة وهدوها واتصلوا بالشرطة والاسعاف لكن للاسف الام كانت ماتت بخمستاشر طعنة واحنا عارفين ان الانسان اللي بيمكن ديه حاجات احنا عارفينها ودرسناها الانسان مجرد ما بيقبط اول طعنة وبيشوف الدم بيبقط السيطرة على نفسه بيجي له حالة هياج الدم بيخليه يبضل زي ما يكون الشيطان بيشغل اوتوماتيك بيبضل يخبط 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 لغاية ما بينهار المهم في الوقت ده يعني المنطق وبالعقل الشرطة جات البنتها حاولت تبرر جريميتها لكن الشرطة ملايش دعوة وتبرير مهما تبررها تبررين انت قتلت امك يا ستة عايز ترجع لجوزك انت مش بايت الزغيرة ارجعينه عشان خطر ولادك حتى لو بدون موافية امك لكن توصل للخلافات للضرب والقاتل المهم طبعا جات النيابة ارشد على دادات الجريمة عملت معينة تصورية كاملة للجريمة وازاي وصل للموضوع وهو كان الكلام كان واضح السفرة موجودة والرزة على الارض والكلام كله كان واضح لكن احنا بقول لازم ان نحكم العقل لازم ان نعملش حاجة غير لما نفكر فيها الامة عاملة على مصلحتك وانت عاملة على مصلحت ولادك زي ما انت خايفة على ولادك اعرف ان امة خايفة عليك لكن اقول ايه لله الامر من قبل ومن بعد اشكركم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة